الفصل الأول الحيرة في الميراث تزعم تشريعات البلاد الإسلامية كلها أنها تقيم أساسها التشريعي في مجال الميراث على القرآن ولا يشد عن ذلك القانون التونسي في مجال الأحوال الشخصية فهذا القانون الذي يعد أكثر قوانين البلدان المسلمة قياما على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ما زال يعمل بقاعدة للذكر مثل حظ الأنتين ولا يهمنا أن نقيم القوانين في ذاتها ولا أن نميز قانونا على آخر بقدر ما نحاول أن نبحث في الأسس الشرعية لهذه القوانين فلم نكتفي بما يقوله المفسرون والفقهاء بل والحقوقيون المحدثون في مجال الميراث وعدنا إلى آيات المواريت في نصها الأصلي القرآن الكريم فإذا بنا إزاء ضروب من الحيرة شتى الميراث بين الجبر الإلهي والاختيار البشري علاقة الإنسان بالمال في الإسلام تحيل على مفهوم الملكية وملكية المسلم للمال لا تعد أن تكون قائمة على الاستخلاف وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه صورة الحديد فالإنسان المسلم مستخلف في ملك الله عليه أن يتصرف في ماله تصرفا محددا محكوما بقواعد شرعية تجعل بعض طرق تدبير المال حراما شأن الربا وتجعل بعض طرق تدبير المال حلانا شأن التجارة وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة وتفرض على المسلم الزكاة في ماله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم المعارش وتشجع على الإنفاق في سبيل الله بجعله من وجوه التقوى والهدايا والفلاح ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون البقرة على أن حدود تدبير المال هذه ليست سوى توجهات عامة لا تمنع حرية تصرف المسلم في المال ما لم يتعداها ولئن كان بديهيا أن تصرف الإنسان في ماله لا يكون إلا في حياته فإن هذه البداها لا تمنع إمكان تناول هذا التصرف في الموضوع الواحد من منظورين مختلفين أولهما تدبير المسلم ماله وهو حي يشهد سبل جمع المال ووجوه إنفاقه وثانيهما تدبير المؤمن ما له في حياته محددا كيفية جمعه أو إنفاقه بعد مماته فأما الوجه الأول فلا صلة له بمبحثنا في مجال الميراث وأما الوجه الثاني فمن صلب مبحث الميراث إذ هو يضمر السؤال التالي إلى أي مدى يحق للمسلم الحي تقرير سبل تدبير ماله بعد وفاته ظاهر القرآن يبين أن الإنسان حر في وصيته وهذا ما يؤكده الرازي إذ يقول أعلم أن ظاهر هذه الآية أي قوله عز وجل من بعد وصية يوصين بها أو دين يقتضي جواز الوصية بكل المال وبأي بعض أريد بل إن هذا المفسر يدعم القرآن بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حق مرء مسلم له مال يوصي به ثم تنضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوب عنده فهذا الحديث أيضا يدل على الإطلاق في الوصية كيف أريد على أن الرازي بعد إقراره الصريح هذا يحاول أن يخصص الآية القرآنية المذكورة بموادع أخرى من القرآن فيعتبر أن الوصية بكل المال غير جائزة لأنها تقتضي نسخ قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا النساء ولا نفهم اقتضاء هذا النصق إلا إذا فهم النصيب في الآية باعتباره يفيد ضرورة أن يذهب بعض المال إلى الورثة وبذلك تنتفي الوصية بكل المال على أن هذا ليس إلا فهما ممكنا يتضافر عليه إمكان ثاني مفاده أن الآية تؤكد ضرورة توريث النساء اللواتي كن محرومات من الميراث وذلك دون إطلاق ضرورة أن يورث كل المال وضرورة أن تمنع الوصية به كله وبذلك يمكن أن يكون الميراث للنساء ولسواهن في حالات وفاة الموروط دون أن يكتب وصيته أو في حال اختياره أن يقتصر على الوصية ببعض ماله فحسب كما يمكن أن يوصل بيت بكل ماله قبل وفاته ومن ثم قد تكون الآية السابعة من صورة النساء محددة لفرائد الميراث إذا اختار المسلم السكوت عن وصيته أو عن جزء منها وهي آية لا تفيد قطعا ضرورة وجود الميراث والأهم أنها لا تنفي إمكان الوصية بكل المال أو بعضه وفق اختيار صاحب المال قبل أن يتوفى على أن من ينفي الوصية بكل المال يستند أيضا إلى حديث للرسول هو قوله عليه الصلاة والسلام في الوصية الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورطتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس إن هذا الحديث لم يرد بالضرورة في مقام تشريعي عام بل في مقام استشاري خاص وهو في ذلك شبيه بحديث آخر أورده الطبري فقد قالوا مرض سعد بمكة مرضا شديدا قال فأتاه رسول الله يعوده فقال يا رسول الله لي مال كثير وليس لي وارث إلا كلالة أفأوصي بمال كله؟ فقال لا وهذا الحديث قد يكون معبرا عن حالة فرضية مخصوصة وإلا فكيف نفسر تعارضه مع الحديث النبوي السابق ذكره والذي يجيز حرية الإنسان في وصيته وفق تصريح الرازي بنفسه إن الحديث السابق وهو ما حق امرئ مسلم له مال يوصي به ثم تنضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوب عنده حديث عام أما الأحاديث الأخرى فقد قيلت في مقام أخبار فرضية متفرقة لا نعرف كيف اكتسبت البعد التشريعي الأعم ثم إن هذا الحديث المذكور الذي يحدد الوصية بثلث المال فحسب قد يكون معبرا عن ندب دون الإلزام وهو ندب يسند إلى أحاديث الرسول فيقبله المفسرون حينا وينفونه أحيانا أخرى ترجمة نانسي قنقر